صحيح الطائرة تتوهج وتنطلق اليد تنطلق وتسافر إلى المغرب كرة القدم على الصعيد الأفريقي شوفوا قيمة النادي الأهلي في نفس التوقيت تعلن مجلة الفرنس فوتبول أعرق المجلات الرياضية حول العالم قائمة باختيار 30 لاعب تصفهم بأنهم أفضل لعيبة في أفريقيا على مدار التاريخ على مدار التاريخ كرة القدم الأفريقية الفرنس فوتبول اختارت قائمة 30 كان من حسن التقدير للنادي الأهلي والنجوم أنه كابتن محمود الخطيب كابتن محمد أبو تريكا وأيضا عصام الحضري والنجم ليفربول الإنجليزي والدول الكبير العالمي محمد صلاح أربع لعيبة من مصر في قائمة أفضل 30 لاعب في تاريخ كرة القدم في أفريقيا ده اختيار الفرنس فوتبول تحب تعرف الباي اختارت المجلة الفرنسية 10 لعبين ينتمون لأربع بلاد عربية في أفريقيا مصر والجزائر والمغرب وتونس بش فيه ترتيب ولا كذا؟ لا مطلقين مصر والجزائر كانت أكثر الدول المشاركة بلاعبين في القائمة بينما وقع الاختيار على لاعب واحد فقط من المغرب وتونس من الجزائر الفرنس فوتبول اختارت لاخدر بلوم ومصطفى داحلب نجم باريس سان جرمان السابق ورابح ماجر نجم بورتو البرتغالي السابق بالإضافة إلى رشيد مخلوفي اللي لعب في سانتيتيان الفرنسي وتونس تم اختيار طارق دياب ومن المغرب أختير نور الدين نايبت بقيت القائمة بالإضافة للعرب صديقك عزيز بودربالا ما انتخدش وبدو الزاكي ما انتخدش طيب القائمة ضمت في التلاتين ساموال إتو روجي ميلا توماس نكونو إيمانوال إيدبايور كلوشا بواليا والسنغال الحاج ضيوف والإفواريون ديديه دروكبا ولوران بوكو ويحيى توريه والغنيين مايكل إسيان وعبيدي بيليه والزنبابوي بروس جروبلر حارس المرمى الكبير والنيجريين نوانكو كانو واستيفان كيشي وجاي أكوشا ورشيد ياكيني والماليين سليف كيتا وسيدو كيتا ولعب الكونغ الديمقراطية نداي مولانبا والليبير الكبير جورجوية رئيس الليبيريا حاليا دي قيمة التلاتين أربعة من مصر كابتن محمود الخطيب كابتن محمد أبو تريكا كابتن عصام الحضري ونجم النجوم العالمي المتقلق محمد صلاح ده أكبر تمثيل آه تاني بلد بعدين كودوفار بالزبط فيها ثلاثة ونيجيريا منها كمان نوانكو كانو واستفان كيشي وكوشا ورشيد يكيني أربعة برد أربعة برد آه يعني ده اتساقا مع كل النجاحات الكبيرة لمصر في أفريقيا ودور النادي الأهلي في أفريقيا وهو دور تاريخي لما نبص على نشأة الاتحاد الأفريقي ودور رموز الكرة المصرية الأهلوية ودورهم في تأسيس الاتحاد الأفريقي ونجاح البطولات تباعا هنعرف قد إيه جزور الأهلي ممتدة في أعماق هذه القرة العفية بإذن الله تعالى المهندس عدلي أشار في البداية إلى ملف الطين واللي حصل في مباراة القمة الأهلي خلاص فرغ منها وبدأ ينظف دومه وبدأ يشيل أسار هذه المعركة وبدأ يدخل سريعا في مود الاستعداد لمباراة مهمة أيضا مع الاتحاد السكندري حتكون بكرا إن شاء الله في نفس الملعب ولنا عودة على نفس الملعب لكن كمان بعدها على طول زهر اليوم التالي يوم الأربع يطير فريق الأهلي على متن طائرة خاصة إلى أقصى الجنوب في القرة للقاء ساندونز الجنوب الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا على متن طائرة خاصة باشواندس لراحة اللاعبين واختصار الوقت لقاسة البعثة الدور ده خبرة بقى كالد الدرندال أيوة ساس كالد الدرندال أمين السندوق وهنا الانتقاء بقى لكل مهمة الملامح بتاعتها أي وكل واحد يعني يعني تقول طاري أنديل يؤدي أحسن أداء تقول إبراهيم الكفراوي صحيح يؤدي أحسن أداء صحيح العمري فاروق وقد يؤدي أحسن أداء وده طبيعي لأن دول أصحاب الخبرة طبعا وخالد الدرندالي ودكتور راني علواني حدث ولا حرج تخش بقى من النظاماتي وجهر والجرحي واسراج ثم مهند والعلامي بقى خالد مرتجي خالد مرتجي ده بتاعه إيه بقى العلاقات الخارجية الحاجات اللي فيها خالد مرتجي كشكون لغات يعني وموضوع اللغات ده مهم جدا في التواصل طبعا واخد بالك هو يعرف العلا دي كده وكات مجدة رحمة الله عليها بنت خالوك كده يعني يروحوا أسبوع بلد يتعلموا اللغة بتاعي فهم عندهم موهبة حفظ اللغات أو التحدث باللغات تنوع رائع جدا في مجلس دارة النادي الأهلي ولذلك تجد التناغم دلوقتي بالذات في أحسن صوره كل واحد على قلب رجل واحد سياسة واحدة كل مع بعضه طلع كلام كتير لكن هادي احنا شايفين المحصلة محصلة إنشائية هيلة مالية هيلة رياضية بتتحسن جدا وحتبقى هيلة بإذن الله خبرات حدث ولا حرج يعني كل شيء الحقيقة هدوء 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 وتحمل تحمل كتير المجلس يعني فيه كلام كتير غيرهم كان يطلع ويرد وعلى فكرة الشتيمة أسهل حاجة وده احنا شايفين ساعة ما بيحصل الشتيمة كله خسراء الكل خسراء فالكسباني الوحيد اللي ما بيردش زنادي الآن صدقني يعني همه همه تحمل كتير المجلس